رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رفع خالص التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وذلك بمناسبة الإنجاز العالمي الكبير الذي حققه الفريق الملكي للقدرة بفوزه ببطولة العالم للقدرة للنشئين التي يقيمت في تشيلي يذكر أن هذا الإنجاز التاريخي يعد لأول برة في تاريخ سباقات القدرة بالمملكة بعد أن انطلقت في عام 2000 وقد أقيمت البطولة لمسافة 120 كم وعبر خمس مراحل حيث حقق الفارس فهد الخاطري المركز الأول بزمن خمس ساعات وعشرين دقيقة وسبع وخمسين ثانية ومتفوقا على الفارس الإماراتي سعيد محمد لمهيري وزميله منصور سعيد الفارسي كما حقق الفريق البحريني المركز الأول على مستوى الفرق وقد تكون الفريق من الفرسان فهد الخاطري ومحمد الخاطري وشيخ محمد بن مبارك الخليفة وسالم سبت والفارس دان البنغدير وقيمت البطولة بمشاركة 11 دولة بينها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والجزائر بالإضافة إلى مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر